توقف الارتفاع في سعر الدولار مرهوم بالعديد من الأمور بيأتي على رأسها حجم الاحتياط من النجد الأجنبي لدى البنك المركزي بيتوقف على حجم الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة الدخلة للدولة المصرية بيتوقف أيضا على حجم الطلب على الدولار للوفاء بالتزامات خارجية أو سداد فطورة واردات لكن حضرتك متوقع إيه أو خبراء الاقتصاد متوقعين إيه في الفترة اللي جاية لسعر الدولار يعني في ظل كل الأمور أو العوامل دي بنقول بشكل مبدأ يعتقد البوادر ظهرت بقرار البنك المركزي فمتوقع لي إيه طيب يعني لا أحد يستطيع وأنا على المستوى الشخصي أن يجزم بحدوث ارتفاع بدون جزب توقع الرؤية ضبابية لكافة الخبراء أو كافة المراكز الخاصة بالبحوث والدراسات هناك توقع طبعا بارتفاع للدولار في ظل ارتفاعات قياسية مستمرة في أسعار الغذاء والسلع الاستراتيجية والنفط على مستوى العالم دي في حد ذاتها بتزيد من الطلب على الدولار لنتيجة زيادة فطورة هذه الواردات وبالتالي هناك توقع بالارتفاع لكن لا أحد يستطيع الجزم لأن كما أشرت لحضرتك أن الأمر مرهون بعوامل أخرى في حال حدوث توازن فيها سيحافظ الدولار أو سيحافظ الجنيه المصري على سعره مقابل العملة الأجنبية طبعا أنا كمان برضو عايز أخذ حركة لقرد صندوق النقد الدولي اللي هو يعني كان رئيس الحكومة صرح من الأسبوع اللي فات أني إحنا في المراحل الأخيرة من الموافقة على القرد اللي هو قيمته 3 مليار دولار كنا بنكلم في أكتر من 10 وصلنا لتلاتة أهمية القرد ده بالنسبة لنا طب الكرود يعني أو القرد الهدف الرئيسي منه هو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأيضا برنامج الإصلاح الهيكلي اللي أعلنت عنه الحكومة المصرية واللي بيستهدف زيادة الوزن النسبي في قطاعات معينة الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فبالتالي هو الهدف الرئيسي هو استكمال أهداف تنموية الدولة المصرية قطعة شوت كبير فيها والبنك الدولي وصندوق النجد الدولي وكافة المؤسسات الدولية هي بتجري تقييمات ومراجعات دورية للاقتصاد المصري وما تحقق فيه وبالتالي بيكون القرد مشروط بتحقيق هذه المستهدفات خاصة أن الدولة المصرية الآن بتلعب دور كبير في المنطقة سواء من دورها في معالجة أزمة الغذاء وأزمة الطاقة كل هذه الأمور بتدفع الجهات الدولية لدعم الدولة المصرية لأن معالجة أو استكمال مسيرة أهداف تنموية لديها بينعكس على القرى الأفريقية وعلى العالم ككل الدولة المصرية بعض الشائعات أيضا المتدولة في هذا الأمر لا الدولة المصرية بتحرص على إحداث حالة من التوازن بين شروط صندوق النجد وما بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري وبمعنى أنه لن يكون هناك يعني تعدي على بعض الأمور التي بتمس أمن الشارع زي ريف الخبز والدعم بشكل عام الدعم بشكل عام ده رد برضو على بعض الشائعات المتدولة وكما تحدثنا عن أثر هذه الشائعات طب الناس دلوقتي بتفكر في موضوع الشهادات في ظل بقى كل المتغيرات اللي بتحصل هل الفترة الجاية هيبقى فيه مثلا شهادات بعائد أعلى وزي ما شفنا في الفترة اللي فاتت للمدة محددة ولا حالك متوقع إيه؟ يعني البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات المقدية الأخير قام بتثبيت سعر الفايدة كان قرار مفاجئ للجميع وأنا بعتبره قرار جيد لماذا؟ لأنه بيخرج من التبعية لقرارات الفيدرالي الأمريكي اللي اعتاد عليها الناس أن الفيدرالي رفع يبقى الاجتماع القادم البنك المركزي هل بنستنى ده عبشين أوتوماتيكي هيرفع هو قرار جريء جدا قرار بيعكس أن الدولة المصرية بتراكب المتغيرات وأن لديها محددات في وضع أسعار الفائدة وليست مربوطة أو مشروطة بجهة بعينها طبعا رفع سعر الفايدة مرهون بمعدل التضخم الدولة المصرية بتستهدف معدل التضخم كان 7% بالزيادة والنقصان 2% في حال حدوث ارتفاع في معدل التضخم بالضرورة وفقا للأساسيات السياسة النقضية سيكون في ارتفاع في معدل الفايدة أتوقع إن حدث ذلك سيكون على الربع الأول من العام القادم وليس الربع الأخير من هذا العام